خلونا بقى احنا لسه مستمرين معاكم في النادي الاهلي من السلة لكرة القدم عايزين نسأل سؤال الاهلي هيحتاج ايه علشان يفوز بالدوري المصري بشكل رسمي خلونا نشوف الاهلي بالضبط هيحتاج ايه على صعيد الارقام دلوقتي النادي الاهلي بيحتل صدرة جدل الترتيب برصيد 59 نقطة النادي الاهلي بيخوض 23 مباراة بيتفوق على بيرميدز وده يعني رقم اتنين اكثر ملاحقي صاحب الخمسة وخمسين نقطة بعد خوض 27 مطش بيرميدز بيلعب 27 مطش وليه 55 نقطة نادي الاهلي ليه 59 نقطة طيب في حال ان نادي بيرميدز فاز في كل المباراة المتبقية ليه في سبع مباراة المتبقية ليه هيصل للنقطة رقم كام 76 خلينا نركز بس معلش في الارقام النادي الاهلي عنده 59 نقطة دلوقتي بيرميدز عنده 55 لو بيرميدز فاز في كل المتبقية وليه سبع متبقية هيكون لي كام 76 نقطة ده لو في حال فاز في كل المتبقية النادي الاهلي بقى محتاج انه يفوز في كام مباراة علشان ما يبصش على اقرب ملاحقي ويفوز بشكل رسمي بالدوري الاهلي لو فاز فقط في 6 مباراة من اصل كم مباراة؟ من اصل 11 مباراة الاهلي لو فاز في 6 مباراة فقط من اصل 11 مباراة هيصل للنقطة رقم 77 بيضمن الفوز بالدوري المصري الممتاز بالتالي الاهلي في حاجة انه يفوز زي ما قلنا ب 6 مباراة من اصل 11 مباراة متبقية ليه علشان يفوز بالدوري المصري دون النظر لنتائج الفرق الاخرى طيب ده احنا بنفترض ان ما فيش حد من المنافسين لنادي الاهلي تعثر في اي من المتشاط نحن نتحدث انه لو فاز نادي بيرميدز في كل المتشاط المتبقية ليه ليه 7 مباراة الاهلي محتاج فقط ما هو يفوز فيه 6 مباراة من اصل 11 مباراة طبعا لو كان لو حصل اي تعثر من قبل طبعا للمنافسين فهيحتاج النادي الاهلي عدد اقل من النقاط طيب ده على صعيد الارقام النادي الاهلي علشان يحقق بطولة الدوري بشكل رسمي محتاج ايه بالزبط طيب خلونا نروح نشوف ارقام مدير الفني لكرة القدم مارسل كولر الارقام دي اللي احنا هنشوفها بعد الخسارة من سانداونس بخماسية الراجل عمل طفرة في الاداء طفرة في النتائج خلونا نشوف مارسل كولر بعد الهزيمة بخماسية من سانداونس لعب 13 مباراة فاز في 12 مباراة تعادل في مباراة واحدة معنا ذلك انه من ساعة هزيمة سانداونس الاهلي ما تهزمش كسب 12 مباراة وتعادل في مطش واحدة بس سجل كام؟ سجل 28 هدف وبتستقبل شباكه هدف وحيد دي ارقام مارسل كولر الداهية السويسري ترجمة نانسي قنقر